مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتقددة من برنامجكم المتميز اقرأ الحلقات الماضية اتعرفنا على أشكال وأصوات حرف من أول حرف الألف حتى حرف الضاد وقلنا أن الضاد اسمها ضاد 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 بكشر وأنا بقولها ببوز وأنا بقولها بملبقي بالحرف تمام كده عشان هي هو من الحروف المفخمة تمام كده مشاهدين الكرام النهاردة هنتعرف على حرف جديد بس قبل ما نروح للطاق هنراجع سريعا على حركات حرف الضاد يلا بينا احنا قبل كده عرفنا أن الضاد فتحة ضا كسرة ضي ضمة ضو الضاد بعدها مد بالألف ضا الضاد بعدها مد بالياء ضي الضاد بعدها مد بالياء ضو الضاد الساكنة ما معرفش نطاقها لوحدها نقول إيه لابد نحط حرفه قدامها عشان الضاد حرف الضاد حرف الضاد الساكنة أي حرف ساكن حرف ضعيف ما ينفعش نطاقل واحد يبقى قول إيه حطنا مثلا آلف همزة فتحة أ أض أض لا أض الهمزة مراققة والضاد مفخانة أض بأض حض كده طيب حنشوف كده نكتب كلمة فيها حرف الضاد ماشي حرف الضاد ونشوف كلمة كده في حرف الضاد ونحاول نحللها أو ننطاقها مع الكنترول ومع حبيبي ومع الأطفال تمام كده يلا بينا حرف الضاد يا حضرات نشوف كده كلمة فيها حرف الضاد وليكن وليكن ضاد لسه لسه حبيبي يا حلوين ما دخلاش عطاء لسه أوه يلا يلا يعني مثلا نقول مثلا يلا كده بصوا حبيبي حلوين ما تقلقلش يا حبيبي تنمور احنا قلنا يا تنمور ما تقلقلش الضاد ما تقولش إض ما تقولش إض تمام كده نقول إيه ألف همزة كسرة إي ألف همزة كسرة إي ضاد ساكنة ضاد ساكنة إض ر فتحة ر بعدها مد بالألف ر إض ر بأض أما بو يبأ إض ر بو يلا تنمور معايا عايزين نقطع كلمة دي يا الله نحللها لمخاطع الصوتية يبأ ألف همزة كسرة إي هناخد معها الضاد برافيا تنمور ليه بقى؟ علشان نضي حرف الساكن حرف ضعيف لابد نحصل إيه؟ ناخد الله نور عليك الألف همزة كسرة قوي ياخد الضعيف معاه إض ر فتحة ناخد معاه حاجة؟ لا إنتكي ده غلط أيوه صح صح معاه تنمور في مد بالآلف المد مع الممدود آه إض لا أنا أقول لك مدخل القلش الضاد إض لا 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 اتعود عليها وتمرن عليها إض ر بعدها مد بالآلف ر بأضم الوحدة هاي أدي واحد نين ثلاثة ثلاثة مقاطع تمام كده؟ بربو عليك لأ برضو تاني يا تنمور مدخل القلش الضاد يا تنمور لا تتعود حبيبي تتعود تتعود ممكن أسجلها لك أبعدها لك تمام ناشي النهاردة بقى هناخد إيه وتبعا أنا أديك كلمة يا تنمور هأديك كلمة كده تمام وهتقول لي ده إيه تمام كده هتنطأها لي مظبوط خلاص كده مثلا هنقول أهي اللي احنا أخدناها هنبارح لسه أهي ونشوف هتنطأها أزاي يلا كده عشان تشوف الضاد والدال يلا ضاد فتحة ضاد مظبوط ضاد ضاد لابد تملى بقك بالإيه؟ تملى بقك بالإيه؟ بالحرف كده عشان حرف مفخم يلا الرأس ساكنة آه الله هنا ورأي ضر بقضا مهبوط يبقى ضر بو الضرب تمام كده؟ أما دي بقى دال شوف ببتسم أنا أقولها إزاي؟ دا 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 أما الثانية ضا ضا ببوز وأنا بقولها يبقى دا المراققة دا الفتحة دا رأس ساكنة در بقضا مهبوط نتأكد يا جماعة لما يملي أبنائنا الإملة لابد ننطأ الحرف صحي المفخم والمرقق مراقق عشان نعرف نملي أبنائنا وأبنائنا يكتبوا صحي يلا بينا على حرف النهاردة هنأخذ إيه يا حبيبي يا حلوني أم قطأتين حرف إيه بقى؟ حرف الطا الله ينور عليك يا تمر تمر والله مبدع يا جماعة معنا من أول حلقة النهاردة هنأخذ حرف الطا والطا دا من حرف الإيه يا تمر؟ المفخمة برضو طا عشان في حرف التا هو نفس المخرج تا وطا شف واحدة بابتسم فيها واحدة بابوز فيها تعال هون نتعرف على يلا هنطلع كراسة شكل الحرف عشان نعرف نكتب حرف الطا يلا حبيبي حلوني يبقى أططين يلا تعالوا كده بينا يلا حبيبي قادي الطا هاي؟ صفحة على يمين يلا طلعك الرأس بص نفس نفس رسمة الايه؟ نفس رسمة الصاد والضاد تعالوا شوفوا كده اهي قادي كأنها كأن الحاجب كده وده له اهيه صغيرة بس بدل بدل ايه؟ اهي بدل السنة في آلف كده أو واحد كده في آخر الطا ما ينفعش يا حضرات نعمل كده هو في النص وما ينفعش نعمل كده تمام كده؟ عشان بس ناخد الناس تاخد بالها الالف اللي احنا نكتبه ده ما ينفعش في النص كده وفي نفس الوقت ما ينفعش فين ما ينفعش في الآخر كده على السطر كده تمام كده؟ يعني كده غلط وكده غلط في آخر في آخر الكاسة كده اهي تمام كده؟ يلا حبيبي يا حلوين قادي الطا اهي منفرد اهي يلا تاني اهي اهي في الآخر خلص كده اهو لهي اللي تحت زي ازهنة الصاد ولهي اللي في النص كده عشان فيه ناس بتعملها كده فيه ناس بتعملها كده وتعملها كده لا كده غلط الصح القلب ده هو او الواحد ده فين؟ في آخر الكاسة تماما كده يلا حبيبي يا حلوين ومش جنبها يلا حبيبي يا حلوين يلا طيب الطا با يا حبيبي يا حلوين في اول كلمة الطا في اول كلمة تمسك في اللي وراها اهو اهي ماسكة في اللي وراها الطا في اول الكلمة ماسكة في اللي وراها مش من الحروف الرفاص طيب يا الله كده يا استاذ كده عاوزين مثال كده على حرف الطا كده في اول كلمة كده حبيبي يا حلوين يلا زي ايه حبيبي الله ينور عليك ايوة كده حبيبي اهو تمام كده ادي الطا هو في اول كلمة هو شوف الطا في اول كلمة هي ماسكة في اللي وراها طاري اهو ادي الطا في اول كلمة ماسكة في اللي وراها اهو طيب الطا في وسط الكلمة يا استاذ شكلها ايه ماسكة في اللي قدامها هيوة واللي وراها اهو ادي الطا ماسكة في اللي قدامها واللي وراها زي ايه حبيبي حلوين كده يلا كده زي مثلا يا حبيبي عين فتحة ع عين كسرة عي شوفوا الطاقة بقى في نص الكلمة مسكة في الوراها والأدامها ازاي؟ عط عط مسكة في الوراها والأدامها عط رو شوفوا الطاقة يا حبيبة حلوين في وسط الكلمة عاملة ايه؟ وهو حد يعمل لي الطاقة صغيرة كده يعمل هالي كده ايه ده؟ ما ينفهش كده بصوا حبيبة حلوين الألف واللام والطاق والضاق شوفوا شوفتوا ليه؟ والكاف ايه رأيكم بقى الحروف دي يت؟ مهم الحروف دي لابد يكون طويلة كده مش حد يعمل هالي قد كده والطاقة صونططة كده ما ينفعش ألف واللام والطاق والضاق والكافايا تمام كده حبيبة حلوين؟ علشان نعرف نكتب الحروف دي نكتبها طويلة كده ما نعرف نعملهاش قد كده صغيرة كده طيب احنا كده شفنا الطاق في وسط الكلمة وستاذ محسن قال لنا ان الطاق في وسط الكلمة ماسك في اللي قدامها والوراها وحتفضل شغال على كده تيجي بقى كلمة فيها حرف الطاق في وسط الكلمة بس قبلها حرف رفز هتوقف هتقول لا هتقول لا اللي أستاذ محسن قال للي اكتبها لي ومسك في اللي قدامها وتحلف بقى وتتحلف للبابا لا يا حبيبي زي ايه كده؟ تعالوا نشوف كده يلا حبيبي يلا حبيبي يا حلوين ألف همزة فتحة آ ألف همزة فتحة آ شوف شوفوا أط الألف رفز الطاق بالرغم من الطاق في وسط الكلمة بس مش في أولها وفي ايه؟ مش قبلها حرف عادي قبلها حرف رفز الآلف رفز الطاق بقى في مسافة ما نلزأهاش يا حبيبي يا حلوين تقول لي مستر محسن قال للي حرف الطاق في وسط الكلمة مسك في اللي قدامه وتحلف وتتحلف لا لو سبقها الواو أو الآلف أو الدال أو الرأ أو الواو أو الزاي لابد من حرف الرفز دي يا حبيبي يلا أط 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 لبو تعمل كده؟ الأستاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام محمد تب علي صوتك شوية علي صوتك شوية محمد عليكم السلام عندك كم سنة محمد؟ سنة أولا ماشا حبيبي ايه الأخبار أخبار اللي قعدة في البيت ايه في اليومين دول؟ صوتك شوية محمد؟ تعرف تقرأني الكلمة دي كده؟ آه طيب يلا استهجها لي كده يلا يلا استهجها لي كده آه طاريق برافو عليك بس أنا عايزها بقى تستهجها واحدة واحدة طا فتحة طا را كسرة ري طا ري عشان الناس التانية عايزة تعلم برضو الناس التانية يا حبيب في ناس برضو كده على قده طاريق را بعدها ما دي بلي ري طاريق قف ضم قو طاريق برافو عليك حمد انت منين يا حمد؟ منين؟ من منفية من منفية برضو لا المنفية بجد المفروض تاخد وسام المفروض تاخد وسام بجد والله المنفية بالنسبة للتعليم واهتمامها بالتعليم ماشي حمد ام تشاكرين جدا يا حمد تشاكرين جدا يلا حبيب يا حلوين ادي الطاق في وسط الكلمة يلا يا حبيبي و ادي الطاق في وسط الكلمة لو سبقى حرف رفاص طب اطاق يا حبيبي اطاق في اخر الكلمة يلا يلا بينا كده اهي ادي الطاق فين؟ في اخر الكلمة اهيه؟ لو ما سبقهاش حرف رفاص زي ايه كده حبيبي يا حلوين؟ يلا زي ايه كده؟ مش معايا خالص نهائي الكنتراض ماشي نفطو يلا نفطو النفط يعني البترول يا حبيبي نفطو ادي الطاقة هي وقفة كده خلاص وقفة على كلمة ماشي ما نسحفهاش كتير نفطو ادي الطاقة في اخر الكلمة وممكن برضو طمور بقول كلمة برضو طمور الكلمة حلوة جدا ماشي بس قرطو يا طمور سبقى حرف رفاص تليحة لغباطنا بقى نفطو تمام كده وحبطا عملو زي محمد عزا كده اللي بيحبط عملو دايما اهو حابا اهو حابا طاعم العزة يلا حبيبي حلوين ادي الطاقة هو الطاقة هو الطاقة هو تفاخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص تاب كويس والله ده شيء والله يشرفني جدا ان والد الستاذ محمد عزة مخرجنا الكريم بتفرج وبرضو حبط عملو تمام كده يلا حبيبي يا حلوين ادي الطاقة منفردة هي لو سبقى حرف رفاص يلا حبيبي يا حلوين زي ايه كده لسه تمور ايه الكلمة دلوقتي قال لنا قر ايوة تمور عسل والله العظيم انت انت راجل مذاكر ومية مية والله خلاص يا عم قر اهو بصوا حبيبي هناخد دلوقتي احمد اسمعين بس نقرأ قرطو قاف كسرقي رأساكنا قر طو ادي الطاق يا حبيبي طاقه اهو اهو لسه محمد عزة ينتبه شوية يا جماعة ماشي عشان نركز حلو كده معنا اتصال السلام عليكم ممكن ممكن نوط التلفزيون وتسمعنا من التلفون بص يا حبيبي نوط التلفزيون خالص نهائي انت بس بعينيك يا ابني اسمعني بس اسمعني اسمعني يا حبيبي بس انت تسمع من التلفون وهتبص بعينيك بس على التلفزيون عشان تتابعك يلا حبيبي انت في سنة كم يا حبيبي؟ عليكم السلام عليكم عليكم السلام مستر محسن اهلا السلام اهلا السلام بحضرتك اهلا يا فندم مع حضرتك اهلا يا فندم انا عايز نعايز نكلم بحضرتك جدا تحت عمري يا فندم يا نهربي احنا ما نقدرش نصخر زاكي حبيبي؟ الحمد لله بقولك انت في سنة كام؟ الحمد لله انت في سنة كام يا حمادة انت في سنة كام؟ سنة اولى لسه في سنة اولى تب بقولك انا عاوز اكتبلك كلمة كده ماشي سنة اولى انقطع اتصال تب بص يا حمد بصنا كده وتعلم مننا ان شاء الله تتصل مرة تانية تمام كده احنا تعرفنا حبيبي حلوين على اشكال حرف الطاء في اول الكلمة زي طريقه وفي وسط الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص زي عطره والطاء في وسط الكلمة بس سبقه حرف رفاص أطلبو تمام كده ودي الطاء في اخر الكلمة زي نفط وحبط تمام كده ادي الطاء في اخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص بتمسك في اللي قدام وكذلك الطاء هي منفردة لو سبقها حرف الالف او الرأ او الزاي او الدال او الزال او الواو زي قرطو تمام كده كده تعرفنا على شكل حرف الطاء ياريت وليل امر يكتب ورايا كده والابناء ينزلوا كده تمام دي كراسة شكل الحرف ننسى بقى كراسة شكل الحرف دلوقتي ونركنها على جنب يلا حبيبي يا حلوين كده يلا معنا اتصال السلام عليكم ايوه السلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم ابو مروان ايوه فندي مروان اهلا ونسلم بحضرتك ايوه مروان فندي اهلا ونسلم بحضرتك اهلا ونسلم بحضرتك بكلم مروان ايوه فندي مروان ما حبيبي السلام عليكم ايوه ايزاك يا مروان كوي اخبارك ايه كوي الحمد لله السلام عليكم حبيبي انت في سنة كويس سنة ثانية كده اخبار سنة انت ايه مبسوط بالقعدة في البيت ولا كنت نمسك يعني وفي مدرسة كده وتروح مدرسة وتيجي لا مبسوط لما روح مدرسة طبعا اكيد يعني تمام طيب انا هكتب لك كلمة ماشي هكتب لك كلمة لا انت في سنة ثانية لا انا عنديك حاجة بقى اكبر شوية كده ايه رأيك حبيبي هكتب لك جملة وتطلع لي الاسم والفعل تمام كده تمام كده وتقول لي ده فعل ايه يا الله حبيبي يا الله يا الله حبيبي كده يا الله خلينا في ماروان على رأيي تامر أيوة طبعا مليلي في سنة ثانية أيوة يا الله حبيبي كده اقرأ زهب أيوة زهب زهب ماشي اوه عدي غشيشك زهب ماروان هم زهب ماروان أيوة أيوة اقرأ اللي دي بقى الماصية الماصية تمام كده عاية تقول لي كل كلمة كده دي فعل ولا حرف وعرفتها ازاي ان فعل ولا حرف يا الله حبيبي أيوة في سنة ثانية والله يا تامر على فكرة في سنة ثانية واخدين اكتر من كده كمان لا انا عاوز ماروان مش عاوز اتتهم يلا يلا أيوة ده اسم ولا فعل ولا حرف برافو برافو الله ناور عليك فعلي ايه بقى لأ 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 بصولي لأ انت كده بتغش بص يا حبيبي خليك معايا اسمعني بس من التليفون وخليك معايا ماروان يا ماروان ماروان بص خليك معايا في التليفون وخلي بابا يوطي التليفزيون خلص نهايه وبص وحتى لو ما انتش عارف ان هي فعلي ايه مفيش مشكلة انا اقولك واحدة واحدة كده ومش عاوزك تغش خلاص كده يلا حبيب ذهب دي انت قلت لي فعل برافو عليك وانت ممتاز بس تفعلي ايه بقى فعل ماضي ولا مضارع ولا امر برضو تاني هو التليفزيون ده ما بتفلش لا 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 بص لي بقى عشان اعرفك بس ماروان ايه في الدولات انا حاولك تعرفه ازاي تمام تمام بص يا حبيبي يا حلوية بتروح سأل معلش يا سنة اولى بتأسيس ديئتين بس عشان خاطر ماروان تمام كده بص يا ماروان اسمعني كويس انت قلت لي ده فعل برافو عليك ما انتش عارف فعل ايه لا انت ما انتش عارف فعل ايه تمام كده انا عاود اقولك بقى عشان تعرف الفعل يا ماروان واحدة واحدة تعرف ان ده ماضي ولا مضارع ولا امر اولا الفعل هو كل كلمة كل كلمة بتدل على ايه على حدث على عمل ماشي حدث فين في زمن معين ممكن يكون ماضي الحالي دلوقتي يعني اول مستعبت تمام كده ذهب دي عشان تعرف ان هي فعل ماضي ولا مضارع ولا امر واحدة واحدة كده ذهب حط لها تاء ساكنة او تاء متحركة في الاخر تعرف ان هي ماضي ولا مضارع ولا امر واحدة واحدة كده الفعل الماضي عشان تعرفه حط له تاء ساكنة جاهد ادي ذهب اهي ذا ها بص بص حبيبي معايا حط تاء ساكنة هي التاء التانيس كده في الاخر كده حط له تاء ساكنة لو في الاخيرها لو ابلت التاء الساكنة دي ونطقتها صح واتنطقت معاك كويس يبدأ فعل ماضي خلاص كده تم نمطق نجربها كده نحط التاء الساكنة كده او المتحركة او تاء الفاعل يلا ذهبت قال له ده ابلت التاء وذهبت قال له ده ابلت التاء المتحركة ليتاء الفاعل بص حبيبي ذهبت ذهبت يبدأ فعل ماضي يا تموم يا يا مروان خلاص كده تمام؟ يا الله شوكنا حبيبي يا الله تسنيم معنا تسنيم يا الله تسنيم الحمد لله ايه دفتانة كما تسنيم؟ كي دي طو عسل طب أديكي بقى كده ايه أديكي حرف حركات ماشي بص حبيبتي كده طب يلا انطقيلي كده حركات حرف الطاق كده قوليلي كده يلا قولي كده طا طا فتحة طا طا قطرة طي طي طا ضم طو لا بس انت برافو عليكي بس عاوزك بصي حبيبتي تعالي شوفي كده اقولتي حاجة دلوقتي انا عاوزك تنطقيلي دي تنطقيلي دي كده يلا حبيبتي يلا يلا نيمو يلا دي تو ودي طو لابد تبصي تفرقي بين التا والطا يا حبيبتي خلاص دي تو 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 مراققة ودي طو تملي بق كده وإيه والطا كده تحس ان هي تخينة كده زي ناس اللي تخنت في فترة الحزرة دي تمام كده اهو تو 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 تا 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 تب اقولك ايه؟ انت تعرف تقرأي كلمات ولا لأ؟ نيمو لا تعرف تنطقي كلمات ولا حروف بس؟ تا تا حروف تاب ماشي حبيبتي طيب يلا الطا اللي عاوزيني مدها بالالف نقول ايه؟ لأ مساء عاوزيني فرق دي دي بص يا حبيبتي طا فتحة طا طا بعدها مدها ألف طا لابد فرق يا حبيبتي بين الطا القصيرة اللي هي الفتحة والطا الطويلة اللي زي كده طا القصيرة دي زيك يا نيمو كده الطا القصيرة دي زيك كده طا أما الطويلة دي بقى شوفي أنا عامل ازاي؟ طا تمام كده حبيبتي؟ تمام شكرا حبيبتي يلا نبدأ بقى في حركات حرف الطا نصبر خمس داية تمر عشان نبدأ فين؟ في الطا عشان هتبص تلاقي دلوقتي محمد عزة الذي حبط عمله آه وتقول لي اختام ختام والله والله جزاه الله خيرا أبو محمد عزة لا تمام عزة لا أما والده طبعا على عين وعلى بص بص حبيبتي يلا عشان نعرف حركات حرف الطا نعمل ايه؟ أعمل اضربها؟ أروح؟ انها اشتكها؟ لا 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 بالإيه؟ يلا كده يلا بينا طا فتحة يلا طا طا كسرة طي طا ضمة الله ينور عليك يا حبيب والديك ايوا كده طا فتحة؟ طا طا كسرة؟ طي طا ضمة؟ طو الطا يا حبيبي يا حلون حروف مفخمة لابد طا ما ينفعش يقول تا ينفع أول تائرة؟ ينفع ما ينفعش يسمها طا طا طائرة تمام كده؟ طي عايزين يا حبيبي الطا الفتحة دي مثال يا تامور عليها كده يلا برافو عليك يا تامور الله ينور عليك ايوا كده طامر بجد يعني مذاكر كتير قوي اهو يا الله حبيبي يا حلوين ادي البا فتحة با سا فتحة سيم فتحة سا با سا ايوا ادي الطا هو مفتوحة هي با سا طا با سا طا وهبط با سا طا با سا طا با سا طا بص با فتحة با سيم فتحة سا يبقى با سا طا فتحة طا با سا طا وهبط كذلك حلو كده؟ تمام كده حبيبي حلوين؟ الطا اهيه؟ ما ينفعش يقول با سا طا لا با سا طا قصيرة يلا طيب الطا مكسورة بكده يا حبيبي يلا كده يا حبيبي حلوين الله ينور عليك بص حبايبا حلوية با فتحة با طا كسرة با طي بص با فتحة با طا كسرة طي با طي را با طي را طيب طيب لا بطي فيها مادة بالياء تمام كده با فتحة با طا كسرة طي با طي را فتحة را تعرف كلمة تانية يا طمور با طي را بصوا حبايبا حلوين تامر مش ايه قال لي انا كويس انا قلت كلمة تمام كده انا قول مثلا ايه بصوا حبايبا عين فتحة عا شوفوا الطاق بقا هي عا ايوه طا كسرة طي عا طي را فتحة را تا مربوطة ضمه تو يبقى ايبا ايه عا عين فتحة عا طا كسرة طي عا طي را فتحة را عا طي را تا ضمه تو عا طي را تو تمام كده ايوه عطرة را ايحة عطرة ماشي يلا طا ضمه تو طا ضمه تو يلا كده نشوف كلمة كده حبايبا حلوين اهي بصوا ادي الطا لابد اكتبها بلون تاني عشان حبايبا حلوين اللي بتفرجوا على الشاشة دلوقتي ادي الطا ضمه ان شاء الله ماشي حبايبا حلوين حد ينطق للكلمة دي كده تم يلا حبايبا حلوين طا ضمه تو يأه اليأهنة بقى يا حبايبا حلوين عشان تركزوا في اليأهنة اليأهنة ايه يا تامر مد 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 الله ينور عليك يا تامر ايوه كده محمد عزة وتامر مبادعين اليأهنة حبايبا حلوين عشان ما تقولش يمد باليأ اليأهنة طالما مضمومة يبقى مش مد يبقى طو يو المد جاي اهو المد جاي اهو مد بالوا وهو قبلها يأه علاها ضم طيو رأ ضمه رو طيو رو ادي الطا ضمه تمام كده خدنا كده الحركات القصيرة طا فتحة طا زي باسة طا طا كسرة طي زي باطرة وعاطرة طا ضمه طو زي طيو رو يلا الحركات الطويلة بقى يلا كده بنا طا فتحة طا كسرة طي ده حركات ايه حبايبا حلونا ما اطأطين لا يا تامر فتحة وكسرة وضمه انت نسيت دي حركات قصيرة فتحة كسرة ضمه حركات قصيرة يا تامر ماشي انا عمل يعني عمل يعني عمل اشرح انا داخل على الطويلة بس بس لابد اوري الطفل يا تامر الحركة القصيرة وتحتها الطويلة يلا يلا تامر كده الطا دي يا تامر طا فتحة دي عايزين نمدها نمدها بايه ليه ما ينفعش نمدها بالواو ايوة حروف المادة ثلاث ألف واو يا طيب الطا بعدها مد بالألف الله ينور عليك يبقى طا بص طا فتحة طا طا بعدها مد بالألف طا طا فتحة طا طا بعدها مد بالألف طا لابد فيه فرق بين القصيرة والطويلة طا طا كسرة قلنا مدها بايه بايه الله ينور عليك يا عمور خد بلا يا عمر انت عندك اولاد يا عمر انتبه معنا في الحصة يا عمور علشان بنتك علشان تعلمها حاجة قال لا سبحان الله طا بعدها مد بالياء طي طا كسرة طي طا بعدها مد بالياء طي طيب بص يا تامر نص وفيه مد بالياء كده كمان المد بالياء فاخر الكلمة كده المد بالياء في وسط الكلمة كده طا ضمة طا ضمة طا ضمة طا ضمة طو طب عاوزينني مندها مندها بقى يا حبيبي الله ينور عليك يا حبيب وليديك بص كده طا بعدها مد بالياء طا اكتبها بلون تاني عشان تبابينا اهي طا بعدها مد بالياء طا اهي يا الله حبيبي كده يا حبيبي بص بقى الحتة اللي جاية دي بقى اهي احنا اتفقنا الهمزة ايه ها ممكن نكتبها على على نبرة كده او على السطر او على الواو او علياء تمام كده بص بص اهي طا اي رو بص حبيبي احنا اتفقنا عشان بس للناس اللي ما حضرتش لموضوع الهمزة ده والالف ادي طا بعدها مد بالالف طا همزة كسرة اي همزة كسرة اي زي الاول اي ويقوب الضبط الالف الهمزة اللي علاها همزة وتحتها همزة وفوقها همزة حلو كده طا اي دي يا حبيبي يا حبيبي حلوين انطاها زي الالف بالضبط اللي عليه همزة اي طا اي رو بس ما فيش نوع تحتها دي نابرة كده بس ماشي طا اي رو طا بعدها مد بالالف طا طا فتحة طا بعدها مد بالالف طا همزة كسرة اي همزة كسرة اي طا اي رأضم رو يبقى طا اي رو تمام كده مد بالياء بقى حبيبي كده كلمة على مد بالياء كده يلا فا فتحة فا لم فتحة لا فلس شوف بص بص حبيبي حلوين كده رقا ادي طي كلمة كبيرة شوية بس انا اصد اللي انا اقول في فلسطين تمام كده كلمة كلمة كبيرة عليكم اعرف انها كلمة كبيرة عليكم شوية بس لابد ان يتعود يا حبيبي حلوين هو حتى اولياء الامور يتعود ان هم يذكروا دولة فلسطين تمام كده فا فتحة فا لم فتحة لا فا لا سينسا كنا فلس الطا كسرة طي فلس طي بعدها هم ادي بالياء يبقى طي فلس طي ننضم نو فلس طي نو تمام يا حبيبي كده ماشي انا جبتوك كلمة كبيرة شوية بس معلش اولياء الامور علم ابنك اسماء الدول الاسلامية والعربية عشان ما ينساش لما يكبر ان في دول اسمها فلسطين تمام كده يلا حبيبي حلوين ان شاء الله لا يلا الماد بلياء الماد بلواو لغبطين والله انه مصر طا ضم طو بعدها ماد بلواو طو نعمل ايه حبيبي حلوين هنا يلا كده حد يقول لي كده برافو عليك النهاردة منصور متفاعل جدا طوب اهي يلا تا ضم طو طا ضم طو بعدها ماد بلواو طو با ضم بو طو بو طو بو في ماد بلواو ايه ما نفعش اقول طب طو بو تمام كده حبيبي حلوين كده حركات طويلة وحركات قصرة تعلمناها طا فتحة طا بعدها ماد بلالف طا طا كسرة طي بعدها ماد بلواو طي طا ضم طو بعدها ماد بلواو طو يلا بينا على السكون جاري كده حبيبي يا حلوين يلا بينا طبعا السكون مش حركة حبيبي هي ظاهرة حلو كده أو حالة من حالات الحرف تمام يلا بينا كده على السكون الطائس ساكنة تمور اللي هو مش عرف راح فين طائس ساكنة تمور تامر الظاهر انه ما بيش حد خلص في الكلترول ما بيش مشكلة روحته طائس ساكنة بقى يا تامر طائس ساكنة نعرف ننطاقها لوحدها ما ينفعش ننطاقها لوحدها طائس ساكنة ما ينفعش ننطاقها لوحدها ليه يا حبيبي يا حلوين احنا اتفقنا ان الحرف الساكن حرف ضعيف حرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش زي الراجل العجوز كده ومعد الشارع لابد حد يسنده يسند على ابنه وعلى حد كبير طائم كده اهو نفس الحكاية لحرف الساكن يبطى الساكنة ما ننطاقها لوحدها يلا يلا بينا كده نحط قدامها حرف كده يلا يلا لقد مات تامر ألف همزة فتحة أ أط أط طيب ألف همزة كسرة إي أط ألف همزة ضمه أو يلا حبيبي يا حلوين أو أط اط أط بط 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 حط 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 وط وهكذا أهي لو بط اللي أنا بحبه بط تمام كده؟ أه باشا أخذ بط والله بط ربنا يخليها لأمي بط طيب ناخد فاصل مشاهدين الكرام ناخد فاصل ونواصل اقرأ ط ط ط ط ط ط مشاهدين الكرام ورجعنا لكم بعد هذا الفصل القطير ومكملين مع حرف الط وصلنا للط طاء الساكنة قلنا حرف الطاء أي حرف ساكن حرف ضعيف ما ينفعش نمطأه لوحده لابد نحطه قدامه حرف يسنده حرفي قوي متحرك ألف همزة فتحة أ طاء ساكنة أط اط اط بق فتحة بق طاء ساكنة بط بق كسرة بي بط بق ضمة بو طاء ساكنة بط وكذلك وط 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 حط حطح تمام كده؟ طيب عايزين مثال يا تنمور على الطاء الساكنة كده يا حبيبي يا الله بص حبيبي عيني كسرة عي يلا طاء ساكنة يلا هو ايه ده؟ حصل ثاني حصل ثاني ايوه عط قولوا يا استاذ محسن لسه يا بدل عيني كسرة عي طاء ساكنة عط رأضم رو عط رو عط رو تمام كده؟ وللأمر الكلمات اللي بقولها لابد تمليها لابنك ولابد بنفس التهاج كده عيني كسرة عي اكتب حبيبي عي يلا فاول كلمة فأساكنة لزق فيها يا الله ماسك فيها عط رأضم رو عط رو طيب يلا كلمة ثانية كده حبيبي يا حلوين يا مقطقطين يلا زي ايه؟ سيم فتحة ساب سيم فتحة ساب 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 سيم فتحة ساب طا ساكنة ساب رأضم رو ساب رو ساب رو الطا يا جماعة الطا مفخمة طا ساكنة ما نفعش نطا لوحدها ساب رو ساب رو طيب ممكن نجيب كلمة ثانية ألف همزة فتحة أ طا ساكنة أط أط لبو أط لبو تمام كده؟ ألف همزة فتحة أ فا ساكنة أط لم ضم لو أط لو بأ ضم بو تمام كده حبيبي؟ كده خلصنا السكون وقبل ما قبل ما نبدأ بقى في الجمل والماد والممدود وكده عاوزين نحط شبكة شبكة الحرف عشان نلخص اللي احنا خدناه النهاردة يا حبيبي يا حلوين وليه الأمر لابد يكتب الحاجة دي في الكراسة كراسة صوت الحرف تمام كده؟ شبكة الحرف يلا صفحة جديدة يلا حبيبي شبكة الحرف تمام كده؟ لو رمينا الشبكة على حرف الطا يا حاتمور حيجيب لي سمك حيجيب لي بلطي؟ لا يا حبيبي حيجيب لي حركات حرف الطا طا فتحة طا طا كسرة طي طا ضمة طو وحيجيب لي حركات الطويلة بتات حرف الطا بعدها مد بالألف طا وبعدها مد باليا طي بعدها مد بالوا طو وحيجيب لي كذلك السكون أط الله ينور علي شطش اطفط أط اطفط طا فتحة طا طا كسرة طي طا ضمة طو طا بعدها مد بالألف طا طا بعدها مد باليا طي طا بعدها مد بالوا طو طا استاكنة من فشن طا لوحدها يقول إيه؟ ألف همزة فتحة أ طا استاكنة أط ألف همزة كسرة إيه؟ طا ساكنة أط وحط حط حط تمام كده؟ يا الله كده يا تنمور يا سون منصور كده يا الله على الشبكة كده عشان حبيبي الحلوين يكتبوا زيها يا الله شبكة الحرف يا الله حبيبي وانا خلاص هو منصور مفروكاً معايا من بدري ماش حبيبي يا الله كده بقى أمثلة كده بقى على المد والممدود سريعاً كده حبيبي حلوين يلا آدي الكلمة يلا تدريب كده على الماشي يلا حبيبي آدي الكلمة آدي الكلمة وآدي المد وآدي الحرف الممدود يلا حبيبي يا حلوين يوم أطاطين يلا نجيب كلمة كده هكتب كلمة كده أنا لا هكتب يا ثمور وانت أنا لا هكتب وانت تقرالي يلا يلا قرالي كلمة دي يا ثمور آلف همزة فتحة آ بقى ساكنة ما ينفاشن طا لوحدها أب طا فتحة طا بعدها مد بالآلف الطا دي طا يبقى أب طا لن ضمه لو أب طا لو الكلمة دي يا ثمور فيها مد بالي يا حبيبي حلوين مد باللم مش حاجة أسمها مد باللم ولا بأي بص هو آلف واويا يا الله مد بالي يا حبيبي الآلف فين بقى الآلف مد بالآلف هنا بعد الطا آ دهو برافو عليك يا ثمور يبقى الآلف هنا مد مين مد اللام ولا البأ ولا الآلف مد الطا عشان هو الحرف في المد بيجي بعد الممدود عاطو برافو عليك شوف اهو اهي اهي تمام كده برافو عليك حق مد الطا تمام كده طيب حكتب كلمة تانية وشوف المد فين يا حبيبي يا حلوي هم يالله آ فاهم الدين يعني طاووس فاهم الدين فاهم الد بالآلف ومد بالوا لا هنعودون كلمة تانية يالله كده حبيبي كده يالله يالله نطال للكلمة دي يا حبيبي كده عين ضمه اسمها عين مش عين عين ضمه عو ضمه طو عو طو مد بالوا ومد طبيعي يالله هم يقدر حركتين طو عطو را ضمه رو عطو رو الكلمة دي يا حبيبي فيها مد بالايه الله ينور عليك مد بالوا وفين مد بالوا اهو الوا دي مدت مين الرأ مد الرأ ضمه هي والعين ضمه مدت مين ايوة الحرف اللي قدامها على طول هو الممدود اهيه الطاق الضمه هي برافو عليك ايوة كده طيب يالله كده نشوف كلمة ثانية كده هم يالله نشوف كلمة فيها مد بالياء كده حبيبي تمام تمام ادي الطاق كسرة بعدها مد بالياء طي ننضمه نو كلمة دي يا حبيبي طي نو الكلمة دي فيها مد بالايه مد بالايه برافو عليك مد بالياء اهو تمام اليا دي مدت مين يا حبيبي الله الحرف اللي قدامها على طول اللي تحته كسرة اهوة الطاقه تمام كده كده ناخدنا مثال على المد والممدود يالله حبيبي كده يالله كده كده سريع كده عليها تمام عشان الحبيبي الحلوين ينقلوها وبعد كده هناخد كلمة نحل الكلمة لمقاطع صوتية يالله حبيبي يالله حبيبي يا حيوين مقطعطين تامر النهاردة نبدأ النهاردة ونحسس النهاردة يوم عسد لا 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 ان شاء الله يالله حبيبي يا حيوين عايزين فاكرين التحليل عشان فيه ناس ما حضرتش معنا التحليل فاكروا يا تامور ايوة حلل الى الى مقاطع يالله نظهر انت يعني هنوحشك حلل المقاطع صوتية احنا قلنا يعني مقاطع صوتي يعني جزء من قطعه من الكلمة نعرف نطول واحد جزء من قطعه من الكلمة ونعرف نطول واحد ده المقطع الصوتي يالله كده نكتب كده يالله هبيبي يا حلوين هنكتب كلمة اهي كلمة اهي يالله يالله تامور انطل الكلمة دي كده الف همزة فتحة ا بأسة كنة اب طا بعدها ما ده بالالف طا اب طا لم ضمه لو اب طا لو يالله اططعها لي كده الله ينور عليك قال لي الف همزة فتحة مع الباق الساكنة عشان الباق الساكنة ضعيفة لابد ناخدها انا اططعها مع الالف الهمزة يالله اب طب اططع لوحدها اي الماء عشان المادة مع الممدود برضو والمادة ضعيف برضو اب طا لم ضمه لو اب طا لو كم مقطع حبيبي الله ينور عليك يا حبيب والديك تمام كده ناخد كلمة تانية بقولك يا حبيبي حلوين في كلمة احنا اخدناها من شوية فيها الطا بعدها ماد بلياء بس كانت كبيرة شوية كانت ايه؟ كانت كبيرة شوية بس لابد ننطعها يا حبيبي حلوين اهوه فا فتحة فا لم فتحة سين ساكنة فلس طا بعدها ماد بلياء طي ننضم فا فتحة فا لم فتحة لا فلا سين ساكنة من فش ننطع لوحدها فلس طا بعدها ماد بلياء طي فلس طي ننضم نو ننضم نو تمام كده عايزين بقى نقطعها عشان دي كلمة كبيرة شوية يالله كده حبيبي يا حلوين اهوه ايوه الفا لوحدها فا ونقطع واللام الله ينور عليك يبقى اللام متحركة مع السينة للسكوت لس فا لس ماشي الطا بقى مع ايه الماد مع الممدود طي واقطع وانه ننضم كم مقطع كده حالي يبقى يبقى فا بص فا لس اده مقطع ايه طي ثلاث مقطع نو فلس طي نو واحد اتنين تلاتة اربع اربع مقاطع تمام كده طي خلاص كده التقطيع خلاص تمام فيه بقى اعزوني ايه ناخد بالنا من من النطق يا حبيب يا حلوين ماشي عشان في حاجة اسمها تاء والطاق الحرفين دول يا حبيب يا حلوين قريبين من بعض قريبين من بعض في النطق يعني مثلا حد ينطق لي كده يبقى معي على التليفون حتى كمان يا ريت ينطق لي الكلمة دي ماشي لو فيه مدخنة دلوقتي هتهالي وخليه ينطق لي الكلمة دول تمام تمام يلا آية بص يا آية الوقت التاء قريبة جدا من الطاق في النطق تمام كده ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة تاني فيه اتصال تاني تمام تاء كسرة تي بص تي بعدها همالدبلياء تي ننضم نو تي نو تي نو تمام كده طي ده التين اللي احنا ناكله فكهة تي نو تبدأ طيب رانا السلام عليكم عليكم السلام سوزة رانا السلام عليكم السلام عليكم رانا صغيرة ولا رانا الكبيرة لكم السلام أنا صغيرة بقولك يا رانا ممكن نسمع بس معلشي من التليفون وعناكي وعناكي عناكي على الصبورة حلو كده خير في حاجة بص يا رانا بص يا رانا تاء كسرة اقرأ الكلمتين دول اقرأيهم وقل الفرق بينهم ايوه بص يا حبيبتي بصي لي حبيبتي انت في سنة كام ايوه ايوه انت في سنة كام انت ك lack ايوه أ forty урыه طب انت خشجتيها يا رانا انت في سنة كام التاع طب بصي لي حبيبتي كدا بصي التاء و الط التاء والطاء تاء مراققة تاء ت southern أما الطاء مفخمة طا 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 وانا بتملة حبيبتي خلي بابا او ماما يمليني بالطرق دي قولي لها يا بابا التا مراقاقة قولي تا تمر زي تمر زي تمر اما الطا طائر طائر احنا نيه في التلفزيون ونسمع من التلفوع طب يسمعيني من التلفزيون وخلاص كده شكرا شكرا يا رانا بصي حبيبتي ايه معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا حبيبتي ازاك يا ماذا اخبارك حبيبتي عامل ايه الحمد لله طيب انت شوفت الكلمتين دول حبيبتي نعم الكلمتين اللي على الصبورة شايفاهم اه طب ينطقيه الكلمتين دول ويقوله ايه الفرق بينهم في في بص حبيبتي الياء هنا مش متشكلة على المد ببتشكلش تا كسرة تي بعدها مد بلياء تي نو نضمه نو يبقى تي نو تمام كده حبيبتي الفرق هنا ان فيه تا وهنا فيه طا مخرجنا بوسها تامر فيه فيه صور تمام تمام جاهزها لي عشان ان الجمهور يشوف الفرق بين الكلمتين ايه تمام كده والكلمة دي يا حبيبتي طا طا كسرة طي بعدها مد بلياء طي الله ينور عليك يا حبيب والديك ايوة كده يبقى الفرق هنا ان التاء التاء مراققة تا 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 اما الطاء مفخمة عشان لما حد يمليني قولي يا استاذ او يا يا مسلا بابا او ماما قولي لها لابد تفخمي الطاء واترققي التاء التاء متدلعة لابد ابتسم فيه الشاكل عشان متدلعة اما الطاء دي تخيني قوي كده ومجعلصة كده والحظر عمل فهم مشكلة طاء 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 طيب نجهز الصور عشان نشوفها يلا تمر الصور على الشاشة كده حبيبي يا حلوين يما اطأطين يلا كده حدي يتصل بيها دلوقتي وقولي اول حاجة ايه يلا يا جانا كده جون جون حرف الطاء الله ينور لا مش اصدع على حرف الطاء ايه اللي موجود الصورة اول صورة ايه طماطم الله ينور عليك يا حبيب والديك اسمها ايه تماتم ولا طماطم طاء ولا تاء طاء ولا تاء يا حبيبتي ايوه حرف الطاء الله ينور عليك برافو عليك تابع الكلمة التانية يا حبيبتي ايه اللي في الصورة برافو عليك يعني التاء ولا الطاء تاء تاء مرقاقة برافو عليك كده يا عسى انت منين بقا بالبحير الله منين من البحيرة مركز بدر مركز بدر احسن ناس محافظة البحيرة تمام كده بصوا حبيبتي الكلمة الصورة التالتة دي ايه اللي فيها طاء طائرة طائرة بتاء ولا بتاء يا حبيبتي بتاء الله مفخمة طائرة طاء طاء بعد احمد بالالف طائ يبقى الطاء يا حبيبتي برافو عليك تابع الصورة اللي تحت بقى علي مين كده يا الله تامر تامر تابع التامر دي بقى بتاء ولا بتاء بتاء الله المرقاقة صح كده برافو عليك تابع اللي بعدها ايه ترابيزة هي ترابيزة بالعامية ما مش مشكلة بتاء بتاء ولا الطاء بتاء بتاء اسمها تاء مش تاه طيب الكلمة الاخيرة يا حبيبتي بقى الصورة الاخيرة كده يا الله تاج الله ينور عليك يا حبيبتي وليديك أيوة كده تاج تاء ولا طاء بتاء برافو عليك شكرا 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 حبيبتي والله برافو عليك شكرا شكرا طمور تمام كده بصوا حبابيزة حلوين لابد ناخد بالنا أولياء الأمور لابد ناخد بالنا خويس جدا ونباما لابني والأسدزة برضو زميلنا لأحباء التاء مراققة التاء مفخمة جانا تاني؟ ولو جانا تانية؟ يا الله السلام عليكم يا جانا يا جانا بص يا حبيبتي ممكن نوطي تلفزيون خالص وبص بس بعديك على التلفزيون واسمعني من التلفزيون ممكن؟ نا نا وطي التلفزيون خالص خلي بابا أو ماما توطي التلفزيون خالص واسمعيني من التلفزيون واعنيك على يلا كده حبيبتي هذا يلا على الشاشة كده على الشاشة كده حبيبتي فيه على الشاشة قدامنا دلوقتي كلمات صح؟ اه طيب أول حاجة ايه؟ تماثل دي تاء ولا وطاء يا حبيبتي؟ طاء طاء ولا تاء؟ طاء ما اسمهاش طاء؟ اسمها طاء مفخمة غليظة طاء بصي ببوز وانا بقولها هو طاء أما التانية تاء بابتسم متدلعة كده زي كده جنجون حلو؟ نا ماشا حبيبتي شكرا حبيبتي مش شاكلين جدا مشاهدين يا كرام كده يعني الحمد لله رب العالمين يعني شرحنا كتير قوي في حرف الطاء تمام كده حبيبي؟ ممكن يعني خمس داي بس أتكلم فيه؟ بصة حبيبي الحلوين مشاهدين يا كرام احنا كده الحمد لله رب العالمين خلصنا حرف الطاء وقلنا ان فيه فرق بينها وبين التاء تامر ما نفعش أقول طامر تامر صح؟ وطائرة ما نفعش أقول تائرة وطبيب طبيب ما نفعش أقول علي التبيب بالتاء يبقى عشان أملي ابني أمليه أفخم الطاء أقول له ايه؟ طاء فتحة طاء بقى كسرة بي طاء بي بعدها مد بلياء بي طاء بي بأضم بو طاء بي بو طاء 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 ما نفعش أقول تاء تبيب لا تبيب ده اللي مش عارف نقول ايه الاولاد اللي هم يعني ما بعرفش ان طاء تمام كده؟ حلو؟ تامر تاء طالب بالطاء تمام كده؟ حرف التاء زي تمر طاء زي طبيب تاء مبتسمة بابتسم بابتسم وانا بقولها بابتسم في وشاة كده عشان رؤياء كده هم الدلعة تاء والطاء تخينا وغليزة والحظرة أسطر عليها ماشي؟ ما تبص ليش أنا كده رشيق برضو على فكرة الكاميرا بس بتكبرني شوي ماشي حاوية حلوين؟ طاء طاء تمام كده؟ طاء فتحة طاء طاء كسرة طاء ضمة طاء بعدها من دول ألف طاء بعدها من دول إياه؟ طي بعدها من دول إياه؟ طو طاء استكنوا من فاشان طلعوا ده؟ أط أط مشاهدين يا كرام أشكر حضراتكم لحسن متابعتكم وأشكر جميع زملائي أستاذ منصور مدير تصوير أستاذ محمد عزة المخراج أستاذ تامر عبد المجيد طبعا أستاذ عمر وعمر طبعا أعد لوحدهم مجدعوة وجميع زملائي طبعا الحق علي هو طبعا بيزع من كلمة حق علي عشان إيه؟ بقول لي أنت أكبر مني بس برضو هقول لك حق علي مشاهدين يا كرام أشكركم لحسن متابعتكم ولأن أنتخل بكم من أسبوع المقبل أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته